بعد جلسة مناقشة مغلقة نجحت الطالبة كوثر في الحصول على شهادة الماستر في الاتصال إجراءات الغلق التي طالت الجامعة منذ شهر مارس بسبب كورونا كادت أن تحرمها وعائلتها فرحة هذه اللحظة كانت عندنا صعوبة بش نحق المصدر سخطف القتلك في المكتبة كانوا غلقينها لحد الآن ونزلها مغلوقة تحيرنا وقلنا ممكن نريحها للدراسة سنة بيضة إنقاذا للموسم من شبح سنة البيضاء عمدت المؤسسات التعليمية في الجزائر إلى تقديم دروس عن بعد للطلاب عبر أرضيات رقمية لم تخل من العوائق اتتمدنا على الدروس المرئية وفي نفس فقط الدروس عبر الخط تقدم على شكل محاضرة مكتوبة هناك بعض الصعوبات أو بعض العراقيل المرتبطة بالطلبات الذين لا يمتلكوا الإمكانية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بتدفق الإنترنت المحاضرات الافتراضية ليست حلاً كافياً على الأقل للمقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية دروس الدعم في المؤسسات الخاصة تعد المنقذ الوحيد للمترشحين الدروس التي قدموها كانت مليحة ولكن ليس كافية بالشكل كلي حتى نكون واجدين لشهادة الباكالوريا صبنا فوائد من هذه الدراسة ورنانا قلنا روحنا وإن شاء الله نجيبه كامل الباك فتحنا لهم المجال وجبنا لهم أساتذة متمكنين ومخصصين في هذا الأمر كانت تنحي لهم لو تستخدم هذا وأنا خايفين من الكورونا لخطر بهم يقولوا حين ديروا بخوتوكول صحي لكن هل سوف يكون مجسد بصفة صحيحة؟ الجهات الرسمية أعلنت عن اتخاذ تدابير وقائية صارمة تحسبا لاستئناف التعليم حضوريا منتصف الشهر الجاري في وقت تحاول الحكومة إنهاء الموسم الدراسي المتعثر بسبب جائحة كورونا تضعفت مخاوف الأولياء والطلاب هاجسوا الحرمان من التعليم من جهة وخطروا العدوى بالفيروس من جهة ثانية إن لم يحترم البروتوكول الصحي المرافق لاستئناف الدراسة حضوريا عبدالقادر خربوش العربية الجزائر